نشراتنا من مصر وتطورات الكبيرة التي تشهدها الانتفاضة الشعبية في وجه حكم الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي حيث توافد ملايين المتظاهرين إلى الساعة والميسية في العاصمة القاهرة وبقية المحافظات المصرية للمشاركة في مظاهرات 30 حزيران التي دعت إليها حملة تمرد وعدد من القوى والأحزاب السياسية المصرية لسحب ثقة من مرسي ورحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم والمطالبة بإجراء انتخابات الرئاسية مبكرة ففي الدقالية أغلق مئات المتظاهرين المصريين مبنى المحافظة ووضعوا لافتة كبيرة كتب عليها الشعب قرر إسقاط نظام وأعلنوا تأسيس حكومة الثورة لإدارة شؤون المحافظة لحين سقوط نظام الرئيس مرسي وإجراء انتخابات الرئاسية مبكرة وفي محافظة كفر الشيخ حاصر الآلاف وابنى المحافظة وخرج العديد من الموظفين من ديوان المحافظة وانضموا إلى المتظاهرين مراددين الهتافات المطالبة برحيل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين كما ألقى المتظاهرون في ميدان الشؤون بالمحل القبض على أحد المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين بينما استطاع اثناني أخران الهرب إلى ذلك ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 17 عنصر من حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لجماعة الإسلامية وبحوزتهم أسلحة متجهين إلى ميدان رابع العدوية الذي يعتصم فيها مؤيد مرسي وكانت قوات الأمن نفذت كمينا على طريق الصحراوي بدائرة العامرية الثاني وضبطت سيارة أجرى يستقلها 17 شخصا ولدى تفتيشهم عثر على أسلحة وكمية من العصي وخطبان الحديد وعدد من استمارات تجرد التابعة لحركة الإخوان وفي السياق المتصل أفاد منظر أمني في محافظة القاهرة عن مقوع انفجار داخل شقة في حي البساتين كبت تستخدم لتصنيع المتفجرات نتج عنه إصابة شخصين من سكان المنطقة هذه الانتفاضة دفعت بحلفاء مرسي وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تأييدها لإحداث تغيير في مصر ودع جميع الأحزاب للتنديد بالعنف في الوقت الذي بدأ تعداد كبير من الجاليات الأجنبية في القاهرة السفر عبر مطار القاهرة الدولية